تبدلت المعادلة العسكرية في الظالع وتغيرت خارطة المواجهات فالمناطق التي كان يتحكم بها الحوثيون بشكل كلي أصبحت اليوم خارج سيطرتهم وبدلا من وضعية الهجوم تحولوا إلى الدفاع في معارك وصفت بالحاسمة بمناطق الشمال من المحافظة مصادر عسكرية أفادت باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة مع ميليشيا الحوثي في جبهة حجر وشاخب وباجة ومناطق عديدة في كعطبة مقاتلات التحالف دخلت في خط المعارك واستهدفت معدات ثقيلة لميليشيا الحوثي حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ في الفاخر علاوة على استهداف تجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة جنوب غرب منطقة باجة شمالي الظالع وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض المجاميع المسلحة التسلل باتجاه أطراف شاخب الغربية وأطراف منطقة القفلة تحت تغطية نارية مكثفة بحسب المركز الإعلامي لجبهة الظالع إلا أنها محاولات قُبلت برد عنيف من قبل الكوات المشتركة ما دفعها إلى التراجع المركز الإعلامي لجبهة الظالع أضاف أن الميليشيا قامت باستقدام مقاتلين عبر نقيل حدة معظمهم أطفال وتحاول حشد وتجميع عناصرها في منطقة عزاب والدفع بهم لتعزيز جبهاتها التي سقطت معارك عنيفة تشهدها جبهات الظالع إذن المحافظة التي تتحكم بطبيعة المواجهات في عدة جبهات بالإضافة إلى اعتبارها البوابة الشمالية للمحافظات الجنوبية